سكر ما كانوش كم يوم اللي هتعجلوا دول يا سابرين أو على الأقل نستغل اليومين دول في إن الشقة تكون تفنشت ونتجوز بعديها على طول ومين أوصن قالك إن أنا مستعجلة على الفرح انتي لا على فكرة براحتك يا أبو خالص يا أبو سابرين يا بنتك مش عايزة تفرح أولي نايا يا حبيبي والله أنا نفسي بس هي اللي مصير تتجوزك إيه يا ماما أنا قصدي يا حبيبي يعني إن أنت على طول مشغول مشغول يعني هتشوفك إمتى وتفرح إمتى وتتجوزه إمتى متحدرنا حضرتك يا أخي الراجل اللي اسمه هلال كامل ده بسم الله ما شاء الله بيقول كلام ضرر عين العقل لازم تقرأه الوارع أوف لازم أنا متابع مقالاته بقالي فترة طويلة لدرجة إن أنا بقيت أشتري جورنال نبض الشعب ده مخصوص علشان أشوفه كاتب إيه خد إيرا يا رقوف وتمخمخ وحاجة بقى تخليك تصبر على الهم والغم اللي انت داخل عليه يا بابا إيه هو الجواز بقى أهم سمع ست كل سمي يا حبيبتي اتباح بح هو إحنا برضو مش لينا قضة للمنا جوجة الفريغة وفين الصمين أحداث سياسية غريبة في وقت حسن اقتلوا زباطه أنا بقول لكم على الهواء اقتلوا زباطه أنا عايز أقول لكل زوجة زابط جوزك هيتقتل النهاردة لأ بكرة آه بعد بكرة هيتقتل جوزك هيتقتل هيتقتل لأ أنا عايز أقول لكم بس إنه تحرك النهاردة تحرك إيجادي بجد اقتعوا عليه كل حاجة كاملوا اقتلوا زباطه شر أعوذ بالله من كلامك اللي زي السم لا إله إلا الله أنا مش فاهم مش فاهم الناس دي عاوزة مننا إيه ما يسيبونا بحالنا بقى ده إيه القرف ده بيحاولوا يعني خوفوا الزباط مش عارفين إن إحنا بنضحك لما نسمع الكلام ده وانت بتضحك؟ هههههههههههه